تعادل جديد لمنتخب مصر نفس النتيجة نفس الأداء فيش أي شيء يختلف برغم اختلاف الأسماء لكن المرة دي منتخب مصر قدر بكل المعطيات وبكل الظروف وبكل التوفيق الممكن أنه يصعد تاني مجموعته بالأداء مخيب جدا تقريبا تقريبا أسوأ أداء لمنتخب مصر خلال دور المجموعات في طورة أمم أفراقيا على الأقل آخر 20 سنة الأداء بتاع منتخب مصر ما ظهرش في شيء جديد برغم معظم التغييرات اللي عملها روي فيتوريا كانت تغييرات جمهرية جدا هي مطلوة بالزبط وجود أحمد فتوح وجود مران عطية عدم وجود النيني وجود زيزو على طرف اليمين كل التغييرات تقريبا من اللي روي فيتوريا كان بيسمعها أو كان الجمهور بيرددها خلال الأيام اللي فاتت تقريبا كلها حصرت ونكن زي ما أكدنا في كل المبارات اللي فاتت وفي كل الحلقات اللي احنا حللناها التغيير اللي محتاجه منتخب مصر مش تغيير في الأسماء إطلاقا ولكن تغيير في الاستراتيجية خلينا نبدأ نحاول نشرح إزاي منتخب مصر كان بيحاول يبدأ اللعب وإزاي كان بيحاول يلعب بدون كورة وإزاي كان يبدو ظاهريا أن منتخب مصر عمل تعديلات كتير في التشكيل ولكن في مهاية في أرض الواقع ما كانش فيه أدنى شيء مختلف لمنتخب مصر خلينا نبدأ بشكل منتخب مصر أثناء الاستحواز منتخب كاب فردي بيضغط بشكل أربعة واحد أربعة واحد ولكن عايزين نركز كويس جدا في الأربعة واحد أربعة واحد بتاع كاب فردي لأن احنا عايزين نعمل مقارنة ولو مقارنة مش متعمقة أوي بين الأربعة واحد أربعة واحد بتاع منتخب كاب فردي والأربعة واحد أربعة واحد اللي منتخب مصر كان بيحاول يتغط بها بكل اللي هنقوله إيجابي في منتخب كاب فردي هنقول تقريبا عكسه في منتخب مصر منطقة مصر كان بيحاول يحضر بخروج الأزهرة على طرف الملعب أحمد فتوح ومحمد هاني على طرف الملعب علشان يحاولوا يسحبوا أجناحة كاب فردي على أطراف الملعب فانفضي مساحات في عمق الملعب للحركة تحت التمانيات بتاعتنا اللي هم إمام عشور وحمدي فتحي في ظهر خاط الضغط الأول وبالتالي يكون في فرصة إما يستلموا في أماكن خطيرة جدا في عمق الملعب أو إنهم يسحبوا واحد من أزهرة كاب فردي وبالتالي يكون فيه جناح فوضي في حالة خروج الظهير لمنتخب كاب فردي ولكن اللي احنا مقدرناش نوصله في كل مراحل اللعب أو في كل مرات اللي حاولنا فيها الاختراك هو الوصول للموقف المثالي بوجود جناحنا في مساحة كويسة جدا على الطرف أو بوجود رقم 8 عندنا سواء هو إمام عشور أو حمدي فتحي في مساحة كويسة أو قوية قدام خط الدفاع منتخب كاب فردي ليه ده ما كانش بيحصل؟ لأن المنتخب كاب فردي كان عنده ميزة قوية جدا يلا وهي عملية الضغط وغلقه مسارات التمرير على سنية وسط الملعب يعني ايه غلقه مسارات التمرير؟ يعني وارد يكون واحد من سنية خط الدفاع في المنتخب مصر أحمد حجازي أو محمد عبد المنعم يملك الكرة في مكان جيد بدون ضغط تقريبا وقدامه ولعب منتخب مصر في مكانه كويس جدا لو رقم 8 اللي يكن هنا حمدي فتحي ولكنه مش قادر يخرج الباص لأنه مسارة تمرير المغلق أولا الجناح قافل لعمق بشكل كويس جدا وفي نفس الوقت الرقم 8 قافل الباص للعمق من ناحية دي والناحية التانية فيه راس حربة قافل المساحة على السنتر باك التاني وفي نفس الوقت التمانية بتاعمل منتخب كاب فردي قريب من الستات بتاعنا فبالتالي الوصول إليه صعب؟ كل المرات اللي حاولنا نخرج فيها وكل التنوعات اللي حاول إخلاقها روي فيتوريا النهاردة أو يعني قبل المباراة كان فيه شكل أو فيه جمل بتحاول لعيبة منتخب مصر تنفذها كانت كلها بتفشل لأننا كنا قدام منتخب يعلم تماما كيفية الضغط ويعلم تماما كيفية غلق مسارة تمرير على عكسنا تماما منتخب مصر حاول يستخدم التمانيان بتاعتنا علشان نخلق زيادة عددية أو أفضلية عددية إما على الجناح بتاع منتخب كاب فردي أو على الظهير زي ما حاولنا نشرح في اللقطة اللي فاتت لكن كنا كل مرة بنحاول نوصل فيها على الطرف كنا بنجد أنه لعيبة كاب فردي عندها قدرة على الضغط والضغط الفردي والدخول في صراع سنائي بشكل جاي جدا فكل المرات اللي وصلنا فيها عند فتوح كان فيه ضغط في وش فتوح بشكل كويس لأننا كنا بمتخطى فتوح وبنوصل لعند عمر مرموش كان بيه ضغط كويس جدا على عمر مرموش النحية الثانية أحمد سيديزو نفس الكلام أو محمد هاني نفس الكلام وبالتالي كانت المشكلة بالنسبة لنا أن احنا مش قادرين نفوذ ولا صراع سنائي في عملية الاستلام والسروج بكرة من تحت الضغط الوصول للثمانيات كان عملية مش سهلة إطلاقا لأنه منتخب كاب فردي كان قادر يقفل كل مصارة التمرير في محاولات قدرنا ننزل بالتمانية بتاعنا ودخل أحمد فتوح في عمق الملعب علشان يستلم ويحط الرجل الجناح بتاع منتخب كاب فردي في مرحلة أو في عملية صعوبة اتخاذ قرار إما الرجوع مع أحمد فتوح وأن يسيب أمام عشور لوحده أو أن يدخل مع أمام عشور ويسيب فتوح لوحده وبالفعل القرى دي وصلنا فيها بشكل كويس جدا لكن الغريب أنها ما تكررتش ما تكررتش كتير مش رفناش فتوح بيخش في القلب كتير وبيستلم والواضح أنه زي ما احنا قلنا قبل كده أن كل مرات أو كل الألعاب الجيدة اللي حاولي ننفذها منتخب مصر كانت ألعاب فردية اللي هي بتنفذها بينها وبين بعض ولكن الواضح أنه هو ما كانش فيه جملة واضحة التكرار وكل الجملة احنا شفناها تكررت مرة مرتين على الأكثر لكنها ما كانتش بتتبع أو بتكرار منطقي وبالتالي ما ندارش نقول أبدا أنه هو كان فيه شيء منتخب مصر بيحاول يعمله اللهم إلا محاولات الاختراكة دايما على الطرف الشمال باستخدامها مع معشور اللي قد المباراة بالكورة جيدة إلى حد بعيد تصل إلى مرحلة جيدة جدا وبالتالي كان قادر يساعد فتوح ومرموش فعملات الاختراك السلاسي على الطرف الشمال لمنتخب كاب فردي ولكن زي ما قلنا منتخب كاب فردي كان بدافع على الطرف بشكل جيد جدا عن طريق الالتحام السنائي وعن طريق رجوع واحد من الثمانيات وخروج حتى السنتباك بتاع منتخب كاب فردي ليه كاب فردي كان جيد جدا أو أحسن من النف ده مش لمجرد أنه فريق قادر يخلق سراعات سنائية بشكل جيد أو أنه قادر يفوز بالسراعات السنائية بشكل جيد ولكن بكل أسف لأنه لعيبة كاب فردي بالكامل عارفة إمتى هتضغط وعارفة إمتى هترحم ودي معلومة مكادش عندنا إطلاقا كمنتخب مصر ولكن فيه سؤال مهم هو اللي محتاجين نسأله أثناء الاستحواز على الكورة ليه دايما كنا بنشوف فيه تلت الملعب الأولاني فيه لعيبة بشكل كسيف من متخب مصر أوقات كان بيكون فيه ظهير ومعه الاثنينة سنتر بكات ومعه الستة اللي هو مرانة عطية أوقات كنا بنشوف لعب رقم 8 هو اللي موجود والظهير هو اللي طير وفي نفس الوقت كنا بنشوف الباقي كله متقدم لقدام بشكل ملحوظ جدا وشايفين سطارة دفاع كابفيردي قادرة تخنق تخنق عليها لمصارات التمرير أو بمعنى أدق مش ليه كنا بنشوفه لكن ليه ما كناش قادرين نكسره وفي الحالة دي السؤال لازم يتوجه بمنتهى القوة لمرانة عطية مرانة عطية النهاردة في معظم الصلاعات الصنائية أو عملية افتككة الكورة بشكل مباشر كان قادر ينجح وكان قادر يخلق شكل ملحوظ لكل الناس إنه هو شكل جيد وإنه هو تقريبا ما كانش بيخلق صلاعات بشكل قوي على اللعب رقم 6 واللي تقريبا إحنا في مصر بقالنا كتير مش مركزين معاه أو ما بندلوش الاختمام الكافي ألا وهو دور اللعب رقم 6 في عملية كسر ضغط الخصم كل مرات اللي كان حجازي وعبد المنعم فيها معاهم الكورة واللي بالمناسبة أدوارهم بالكورة كانت أحسن بكتير من المبارات اللي فاتت على الأقل كان قادرين يحفظوا على المسافة اللي بينهم وبين بعض وبالتالي كان فيه عملية صعوبة لمهاجم كابفيردي أنه هو يفعل لهم مسارة التمرير ولكن كانوا بيتفاجئوا دايما أنهم معاهم الكورة وقدامهم سطرة دفعية مش بسيطة إطلاقا علشان يوصل لأول لعب رقم 8 واللي كانت بتفاجئ بيه كل مرة هو أنه مروان عطية كان بيكون في الغالب على نفس الخط مع محمد عبد المنعم وإحمد حجازي أو على الأقل هو وايف على نفس الخط مع لعب كابفيردي المهاجم رقم 9 وما كانت شوالة مرة بيحاول يستلم الكورة وضهروا للملعب في أماكن دايقة بين الثمانيتين بتاع منتخب كابفيردي أو قدامهم بعد أول خط ضغط وبالتالي مروان عطية ما أمش بالدور ده إطلاقا وبالتالي كنا دايما بنشوف إما حمد فتح بيحاول ينزل استلم أو إمام عشور بيحاول ينزل استلم أو مصطفى حمد بيحاول ينزل استلم لأنه تقريبا تقريبا كل العب منتخب مصر بما فيهم الأجناحة اللي هم مزيزوا وعمر مرموش حاولوا ينزلوا يستلموا قبل الخط الضغط التاني بتاع منتخب كابفيردي إلا مروان عطية وكل مرات اللي مروان عطية استلم فيها في المساحة دي عمل بساط سهلة جدا متوقعة جدا دول أدنى محاولة لخلق خطورة لخطة فع منتخب كابفيردي أو لخطوط ضغط منتخب كابفيردي لأنه مروان عطية لو كان قادر يقوم بالدور ده بشكل كويس كان على الأقل قادر يسحب واحد من التمانيات في منتخب كابفيردي اللي هما بيدغطوا في السفرة التانية أو في خط الضغط التاني فبالتالي كان مفضة التمانية وقدرنا نخلق الأفضلية العدادية لمنتخب مصر على طرف المطرف زي ما كان بيتمنى روي فيتوري وبالتالي مروان عطية كان بطيء جدا كسول جدا حركته تقيلة جدا في عملية الاستحواز وبالتالي ما كناش بنشوف أي إبداع أو أي فرص لاختراق السفرة التانية من منتخب كابفيردي على الناحية التانية ليه ما شفناش اختراقات من ناحية اليمين زي ما كانت بتحصل في محة الشمال اللي قلنا إن إمام عشور قام فيها بدور كويس جدا السؤال هنا يتوجه لحمدي فتحي اللي أظن إنه من بداية البطولة والموتشة التالية على التوالي ما خدش القدر الكافي اللي استحقه من الانتقاد وتوجيه اللهم عليه في معظم اللقاطات اللي حمدي فتحي ما كانش قادر يكون لنا حل جيد في الاستلام الكرة أو في الخروج بالكرة وكان كل مرات اللي حمدي فتحي بينزل يستلم فيها إما كان بيستلم استلامات عداية جدا ببساطة عداية جدا أو إنه كان بيستنى وراء أول شطو الضغط أو وراء شطو الضغط الأولى ومستني الكرة توصله ووقتها هو يتصرف حمدي فتحي حتى الآن ثلاث مبارات متتالية بيقدم أداء باهت جدا لا يمكن نوصفه بأنه هو أداء جيد وفي نفس الوقت مش هنقدر نوصفه بأنه هو أداء كارسي لأنه في النهاية تقريبا فيه أوقات كتير بننسى أصلا محمد فتحي موجود في الملعب أما بالجدون الكرة فمنتخب مصر زي ما قلنا كان بيحاول ينفذ سرطرة ضغط مشابهة للشكل بتاع منتخب كابفيردي وهو عملية الضغط بأربعة واحد أربعة واحد ولكن بستراتيجية مختلفة شبهة كليا منتخب كابفيردي كان بيحاول يحضر بأظهر الطرف واسعة جدا وفي نفس الوقت بسلاسة خط وص السلاسة خط الوسط ده كان بيحاول في معظم الوقت أنه ما يكونش سابت نظام ضغط أشبه بنظام ضغط كابفيردي زي ما قلنا ولكن بدون المبادئ والمرجعيات اللي كابفيردي كان بيتنفذها مصطفى محمد كان عليه دور غلق مصارات التمرير بين سنائي خط الدفاع وغلق مصارات التمرير المباشر لللاعب رقم 6 إمام عشور كان بيتولى عملية الضغط على اللاعب رقم 6 وحمدي فتحي ومروعة العضية كانوا بيتناوبوا عملية المرأبة والضغط على اللاعبة رقم 8 في منتخب كابفيردي اللي هو كان دايما بيكون اللاعب رقم 6 واللاعب رقم 18 عملية المرأبة والضغط بتاعة حمدي فتحي ومروعة العطية زي ما كان بمتخيل فيتوليا إنها كانت هتحرم منتخب كابفيردي من الاستحواز في أول خط ضغطة تقريبا ولكنها للأسف كانت بتسمح لهم بحرية كبيرة جدا لأنه لعيبة منتخب كابفيردي كانت دايما بتحط لعيبة منتخب مصرش في سؤال واختبار صعب ألا وهو أنا لو لزلت لحد المساحة دي أنت اللي هتيجي علي ولا هتسيبني للجناح بتاعك واللي احنا شفناه واللي كان غريب جدا إنه أجناحة منتخب مصر في الضغط كانت فتح الملعب بشكل كبير جدا وكأنها وغض قرار نهائي أو تعليمات إنها مش هتسيب الظاهير بتاع منتخب كابفيردي وكأنهم أهم مفاتيح اللعب أو مفاتيح الخروج بالكورة وبالتالي كان فيه مساحة كبيرة جدا للحركة لو سلاسي وسط ملعب منتخب كابفيردي وكانوا بيتناوبوا الحركة على لعبة منتخب مصر وكانوا بيستلموا تحركوا ويباصوا ويفلاقوا خطورة في مناطق في مناطق وسط الملعب ما خلقتش فرص طبيرة بالفعل ولكنها في النهاية كانوا تدرج سلس جدا تدرج ما فيهوش أدنى مشاكل لأنه دائما كان لعبة منتخب مصر تحديدا حمد فتحي وماروان عطية كانوا بتحطوا في تساهل الصعب جدا اللي هو وقت نزول اللاعب ده لحد المسافة دي أو حتى ما قبلها كان إيه الحل وفي نفس الوقت إمام عشور لما كان بيتخطى اللاعب رقم 6 إمام ما كانش بيرجع معاه أو لما كان بيتكسر أول خط ضغط اللي هو مصطفى محمد كان إمام عشور بيضطر أنه يتراجع بلا هدف تقريبا بلا سبب وبيبقى بين اتنين لعيبة مره عطية بيضطر يسيب ويرجع يحاول إيه في العمق وبالتالي دايما بيكون فيه لاعب حر من متخب كافيردي أو اتنين لعيبة على أمام عشور وبيحصل عكسها بالضبط في ناحية تانية بيكون فيه اتنين لعيبة على حمدي فاتحي وشوفنا في أكتر من مرة إمام وحمدي ومروان التلاتة بيلوموا بعض على حركتهم أو بيلوموا بعض على انعدام المرأبة منتخب مصر زي ما قلنا الشكل العام كان بيحاول ينفذ أربعة واحد أربعة واحد ولكن واقعيا على أرض الواقع منتخب مصر كان مختفي تماما عن كل المرجعيات والمبادئ للسياة في الضغط وعلشان تتأكد من المعلومة دي فيه شيء بسيط جدا لو عدتوا مش هستتأكد منه بمنتخب سهولة ألا وهو البصات البينية اللي كانت بتقوم بيها لعيبة كافيردي علشان خطر توصل للاعيبة بتاعتها سواء الأجنحة اللي كانت بنزله في ظهر الخطة التانية للمتخب مصر أو رأس الحرب اللي كان بيستلم قدام مرانعطية اللي كان في الغالد بيكون مسؤول عن مرأبة واحد من لعيبة منتخب كافيردي فالمساحة دي كانت طول وقت فاضية تماما تماما للاستلام والحركة من لعيبة كافيردي وكل مرة كانوا بيتحركوا فيها وبيعملوا سويتشات أو بيتبادلوا مركز اللعب كان لعيبة منتخب مصر بتجد صعوبة كبيرة جدا جدا في التعامل مع الشكل ده من الاستحواز والحركة خيرا وهي النقطة اللي بنكررها لتالت مطشع التوالي قالوا هي ان منتخب مصر سيء جدا 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 في دفاع العوديات والجملة اللي قلتها في أول نبرا أنا متذكرها كويس جدا بعد مبارات منتخب مزنبيك قلت لعيبة منتخب مصر في وسط الملعب بيفتكروا متأخر انه محتاجي خش منتخب الجزاء وانه عليه دور يعملوا والغريب انه الهدفين اللي استقبلناها من النهاردة تقريبا نسخة كربون من الخطأ اللي بيقع فيه لعبة وسط الملعب منتخب مصر والأسف انه كانت اللعبة مختلفة فاحنا مش هنقدر نحملها اللعب بعينه انه هو المكسل في الضغط ولكن المشكلة الأسسية فانه المرجعية عند لعبة منتخب مصر غير واضحة تماما لو عملنا سيناريو تخيللي انه اللعبة بتاعت الهدف الاول او التاني بسميها زي ما تسميها انه في الحالتين كان نفس الشكل تقريبا انه كانت لعبة منتخب كمفردي بتكون خلقة زيادة عددية على طرف من أطراف الملعب ولعبة الوسط الملعب بتستحوز على الكورة وفي الوقت ده لما الكورة بتروح على طرف من أطراف الملعب بيخرج الظهير الدفاعي اللي قريب من اللعبة بيتبعه المدافع اللي قريب اللي قريب لللعب من آخر علشان خطر يقفل المساحة اللي فضاها الظهير بخروجه وبالتالي بنكتشف انه فيه لعبة اتنين او تلاتة بيخشوا منطقة الجزاء وبعض الكورة ما بتتلعب عرضية بيكتشف بوسط الملعب الورايب من اللعبة انه محتاج يخش يملى الفراغ ده او انه هو يملى المساحة اللي قدام خط الدفاع بتاع منتخب مصر علشان الكورة لما ترجع لبرة تلاقي حد قادر يدفع عليها في المرتين كانت لعبة منتخب كمفردي بتجد سرولة في استلام الكورة في المكان ده وبعدين بيكتشف لعب منتخب مصر انه محتاج يضغط في لعبة الهدف الاول الحمد يفاتحي دخل متأخر جدا في ظهر الرجل اللي سجل الهدف في الفعل في لعبة الهدف التاني امام عشور كان مويت في ظهر الرجل اللي سجل الهدف التاني وبالتالي في كل مرات كنا بنلاقي نفس المشكلة لعبة منتخب مصر مش عارفة انها محتاجة تخش ومدات الجزاء علشان تكمل دورها الدفاعي وقت العرضية وده بيأكد انه الاسماء مهما اتغيرت هيظل المشكلة واحدة لانها مشكلة مبادئ مرجعية واستراتيجية بيختفي عنها او بيبعد عنها من منتخب مصر بسبب مؤكد بالنسبة لي اله وهو ريفيتوريا في النهاية ربنا وفقنا والصعود كان حليف او ربنا وفقنا والحظ كان حليفنا والصعود ربنا وفقنا ووصلنا له ولكن في النهاية احنا محتاجين نشوف شكل مختلف لمنتخب مصر في المباراة اللي جاية لانه بمنتهى الامانة كل منتخبات البطولة بلا قدمة تسناء قادرت سبب لنا مشاكل لان احنا تقريبا في الحالة الدفعية مبنعملش اي حاجة منتخب مصر النهاردة قدم واحدة من اسوأ مبارااته في عملية الضغط وعملية الليلة بدون كرة وبالتالي لو قدامنا مباراشة بيها ليها قدام الخصوم اللي جاية اعتقد هنواجه مشكلة قدام كل الخصوم نشوفكم الحرقة دائق